في هذا الجزء بش نرجو على الاتفاق الممضى بين وزارة تربية وأيضا الجامعة العامة للتعليم الأساسي بش نحكيه على الموضوع بحضور رياض بن بو بكر مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة تربية مساء النور مساء النور تحية لك وتحية لسيد المشاهدين تحية لضيوفك أيضا شكرا لك على تلبية الدعوة تقرير لرحب حواثة من عود أنها توقيع الاتفاق بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي أزمة المدرسين النواب اللي خذوا سلسلة من الاحتجاجات ديمت لأشهر رافقتها مقطعة للدروس اتفاق يقر وزير التربية فتح سليوتي بأنه عنوان للخروج من الأزمة ويؤكد على أن الوزارة ستباشر خطة لتعويض التلميذ عما فاتهم من تعلمات طيل الثمانية أسابيع ولداتنا هذوما مقرأوش مدة ثمانية أسابيع احنا اليوم باش نناقشوا الخطة و باش نشوفوا بالتباعة الترق المواتية باش نتفاديوا هالنقص اللي حصل محذر الاتفاق المواقع بين الطرف الحكومي والنقابي ضمن خمسة بنوت البند الأول يتعلق بنواب 22 اللي باش يتم تمكنه من صفة متربس في إطار عقد منظر بسنتين يتمتعوا بموجبو بمختلف المستحقات ليتمتع بها المدرس العادي من أجور ومنح وغيرها على أن يتم بعد ذلك إدماجهم آليا في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربس البند الثاني يهم الأعوان الوقتيين والبالغ عددهم 11000 بدءا من دفعة 2018 وصولا لدفعة 2021 الاتفاق نص على ترسيمهم بمقتضى أمر استثنائي التزمت به كل من وزارة المالية والتربية ورئاسة الحكومة البند الثالث يتعلق بملف اعتراضات النواب وعددهم 84 اللي باش يقع تعيينهم بالإضافة إلى 332 ملف جديد باش تم دراستها في إطار لجنة على أن تصدر التعيينات دفعة واحدة بعنوين سبتمبر 2022 وأن لا تتجاوز أعمال اللجنة أسبوعين أما البند الرابع والخامس فهي تعلقوا بالنواب خارج الاتفاقية وأعوين الصنف الفرعيات خوار النقطة الموالية خارج الاتفاقية بعد أن كان الرفض هو الإجابة الوحيدة للنظر في هذا الملف اليوم الوزارة وكافة الأطراف الرسمية تقر بواجب تسوية وضعية هؤلاء في إطار لجنة مختصة تطلع بهذا الأمر تبحث في كل السياغي وفي كل القواعد والأليات التي تفضي إلى تسوية أثلاثة سوف يتابعون دورة تكوينية بعد الانتهاء استكمالها أو استفائها سيعاد تصنيفهم في الصفحة الأثنين وبذلك تحسن وضعيتهم في مستوى التأجير وعلى سعيد ساعات العملي ضيفنا رياض بن بو بكر مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية سؤلنا ليه هل سيتم الالتزام ببعض بند الاتفاق وخاصة المرحلة للجاني مختصة؟ وما هي خطة الوزارة لتعويض ما فات من تعلمات لمئات التلاني؟ مرحبا بكم مجديد رياض بن بو بكر مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ساعة هل نعرفوا للاتفاق هذا ما صار وكان صعب جدا صعب جدا نتابعناه وشهدناه نعتبروا انه بامضاء هذا الاتفاق انتهت جميع المشاكل والازمة بين الطرفين؟ في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر وكلمة ذا وراها ملفات اخرى ايو ما فيه باشا تكفي لا في الوقت الحاضر باش نكونوا موضوعين ونكونوا لان المنظومة التربوية ستبقى تحتاج المعاوذين في كل منظومات التربوية في العالم فهذا الجانب ينبغي ان تتم هيكلته وينبغي ان تتم تنظيمه حتى نحافظ على الجودة وعلى الموضوعية في تعيين هؤلاء هذا تقريبا هذا اهم عنصر في مسألة المفاوضات يعني هناك طرف يعتقد ان كل من باشر عملية التعويذ ونيابة وفما تضحيات تقدمت وفما يعني وجهة نظر الوزارة اللي تأكد على الجودة وعلى انه الضرورة ان يتم هناك تقييم في العملية وهناك محافظة على جانب الجودة وهذا كان موقف الوزارة وكان موقف وزير التربية بالذات في هذه المسألة وهذا ما جعل الحوار في بعض الاحيان يكون عسيرا وفي الاخير تم تحكيم العقل وكان هناك من الحكمة لدى الجميع لدى جميع الاطراف التي تدخلت في جميع المستويات في مختلف مستويات الدولة حتى تم الحصول على ما يمكن الحصول عليه من جميع الجوارب سواء بالنسبة للمدرس العومية او بالنسبة الى النواب ولو انه اسمعنا العديد من المربيين والنقبيين اللي ما همش راضين برشا على فحو هذا الاتفاق فالعديد من النقاط اللي فيه يعني ما كانواش راضين حتى على الجانب النقبي اللي يمشي وتفاوض هذا علش المفاوضات كانت عسيرة وعسيرة جدا كانت عسيرة وعسيرة جدا لان الانتظارات الاخوة النواب كانت انتظارات يعني كبيرة وكانت انتظارات في مستوى ما قدموه بتضحيات المنظومة وهذا نقرر به الناس كلنا نقرر به هذين ولكن الوضع الحالي للمالية العمومية والوضع الحالي لما هي عليه الوضعية الاقتصادية للبلاد جعل الحلول تأتي متدرجة وببيد التدخل الذي تعلمونه جميعا سواء مستوى رئاس الجمهورية أو مستوى رئاس الحكومة أو مستوى العامة الوظيفة العامية أو مستوى وزارة المالية كل الأطراف الحقيقة تدخلت باش انحقوا أقصى ما يمكنوا تحقيقه في هذه المرحلة لعلوا السؤال اللي يطرح توا وليستنوا فيه الاتلام دولة والكل كيف سيتم التدارك ساشون لفترة ومشو شوية برجة الناس كل على وعي أن اليوم الأضرار حصلت والأضرار ما هيش يعني ما هيش هينة لكن نحن أيضا على وعي تام بأن التدارك يعني أمر ينبغي تحقيقه وهو أمر ممكن إذا كان ننطلق حالا وإذا كان يستجيب إلى شرط التفريق في العملية لأنه مش نعملو انترافاي سيستيماتيك الناس كل لأنه فما مؤسسات فما تنظر ما تمسوش الواقع لأنه العديد من المدارس داخل المدارس الواحدة هناك فصل وفصل فصل تم الغياب عليه وفصل يعني ما حصلوش حتى غياب في ساعة وبالتالي فالتدخل بتاعنا بشي يكون تدخل بحسب الحاجة وبحسب الوضعية متاع تلك المدرسة وانتلقنا نحن كنا نعد خطة حاضرة الخطة وكنا نؤجلها بحسب الوضع اللي قاعدت أخر كنا نتصور بعض العطلة مباشرة سننطلق في هذه القصة التأخير هذا الأسبوع ومشينا في الأسبوع الثاني يعني نغيروا ونحينوا وقاعدين نعملوا في تشخيص باش نعرفوا في كل مدرسة الفصول التي تضررت من هذا التأخير شوف احنا نقوله للأسف ولكن اكتسبنا تجربة بالكوفيد في مسألة التدارك ولكن في الكوفيد ضغطنا على البرامج وكيفنا البرامج وقمنا بتخفيف البرامج الآن بنفس المضامين ونفس المحتويات ونفس البرامج ينبغي أن نصله في نهاية السنة بجميع التلميذ إلى نفس الاقتدارات هذا هو التحدي هذا اليوم معناها عملنا ندوة عن بعد مع كافة السادة المندوبي الجهوين اجتمعوا بالسادة المتفقدين قاعدين يجتمعوا بالسادة المديرين ونحب نعملوا خطة في الميكرو سيستام بالنسبة لكل مندوبية ولكل مؤسسة تربوية بالتنسيق مع السادة المتفقدين والسادة المديرين وانا اللي شفته اليوم على عيون الاطراف النقبية هناك استعداد لحقيقة أن تتجند جميع الاطراف باش نتداركوا ما نشمش نقولوا أنه الأضرار هالبيداغوجية وهذا الفقد التعليمي اللي يحصل هو هين ولكن بوعينا به نجموا نتداركوا ونجموا نسرعوا في عملية التدارك خاصة بالنسبة إلى الأقسام الصغرى اللي يطلب التعلم ومتاحهم حضور مع المدرس ويتطلب ميران ويتطلب دربة ويتطلب تطوير المهارات على المستوى في مستوى الفصل وفي مستوى ما ينبغي اكتسابه في داخل الفصل استأنف دروس مش يكون انتلاق من الغد؟ والله فما اليوم مش يكون استأنف الدروس فما مش يكون معناها استأنف من البارح فما مش يستأنف غدوة يعني هناك عودة إلى الدروس رغم أنه مهيش ناس كل راضي على هذه الاتفاق منهم العودة جماعية لا العودة جماعية هي جداول الأوقات من طبحها موجودة موقع الإشكال جداول الأوقات حاضرة هي المعلمين الجداول حاضرة وفما يكون انتلق في السندلسية ثم القطع أنا حد نمشي النقطة استياد قضية هالمعاوذين هذي في قادم السنوات أنت نفسك قلت حلت الآن مؤقتة نقول وأنه لما نحق مناسة من الاعتماد عليهم كيفش مش يكون في المستقبل نعاوذوا نجيبوا ناس نعاوذوا يقعد عام اثنين ثلاثة إشكال أو من اللول نحطوه قدام الأمر الواقع أو ما هي الآلية اللي تشوفوها باش منعيشوش في سنوات القادم مش كل من هذا قبيل هما زوز إشكاليات هي إشكاليات قول هي إشكالية الانتداب احنا قبل 2007 ما كانش عادنا حتى إشكال قبل 2007 كانت عنا من أقدم منظومات تكوين مدرسية لابتدائي من 1875 تأسد مدرسة ترشيح المعلمين بتونس متفقين قاعدت تشتغل تحولت سنة 91 إلى مؤسسة معاهد عليا لتكوين المعلمين ثم تم الإيقاف هذا العمل وهذه المنظومة سنة 2007 ولم تعوض بآلية أخرى لليوم هذا علاش سمعنا الكثير من المرات هناك دعوة إلى العودة إلى مدرسة ترشيح أو قل إلى مؤسسات تكوين ما قبل المهنة بالنسبة إلى التدريس لأنه معناها الآلية آلية التعويض للانتداب هي آلية لا يمكن أن تتمادى في الزمن ثم هناك مسألة التعويض لأن العمل البشري بالنسبة لمهنة التدريس يعني في كل الحالات وفي كل أنظمة عندك فترة ينجب يتغيب فيها المدرس هناك آلية اللي تخلي عملية التعويض تكون سريعة وآلية ويكون معناها الأجر مجزي والأجر ينجمي طلقنا فيها تعويض مؤقت لغياب أستاذة ومعلمة لأسبابها وغيرها أو لا باستمرار أنا شخصيا الاتفاقيات هذه أحضرت فيها تقريب ثلاثة أربع مرات كل مرة أقوله سكرنا الملف هذا النواب سكرنا ملف المتعاقدين في سنوات 2000 ولكن دائما وبدن نعود لأن خاصة معناها في السنوات الأخيرة مع إيقاف الانتداب الآلي من مؤسسات تكوين أصبح الرجوع إلى هذه الآلية كأنه شر لابد منها يعني بغي مزيد التفكير في هذا وذلك ملف مفتوح والوزارة مفتوح فيها هالملف هذا سواء بالنسبة للابتدائي أو بالنسبة للثانوي وهو من الملفات الكبرى التي ينبغي النظر فيها حتى نجنب أنفسنا الوقوع في مثل هذه المطبات شكرا سيرياض مرحبا بك أنا يبدو لي تسمى شبهة مفردات أو تدخل في المفاهيم لأن ما يرادوا به أو أفهامنا بكونهم معاوذين هما في الحقيقة تسمية تنطبق على الأعوان الوقتيين المكلفين بالتدريس على اعتبار أنه المعاوذ كما قالك سيخليفة بكري أعوان الوقتين بعد ما يخفف فترة نيابة بعد ما يخفف فترة نيابة يشبه عون وقتي أقول لي وشل عون وقتي هو عبارة تم انتداب لا مش عبارة تم انتداب ويا كما تماش عبارة منتدب أنا من نجم نجمش تلقى في صيفتي المهنية عبارة على منتدب يا ما صيفتي واضح أستير تعليم مدارس ابتدائية أو أعوان وقتي مكلف بالتدريس القانون لغة وبليدة رأي الله غالب يقول لغة القانون ديليكات ويزمها وضوح هذك عليش تأصيل المفهوم والتسمية قانونيا إسكن نحن نتحدثوا على المعاوذين اللي المعاوذ شنو الظروف اللي تفرضوا ظروف التعويذ شنو هي حالة استثنائية متعلقة بالموظف بالمعلم القار أو الأستاذ القار يحدثوا لا يفرضوا الشغور هذا هو الشغور يفرضوا الشغور ويفرضوا عدم توفر آلية انتداب واضحة ودقيقة نجمش تصبر علي شوي هني مش نصبر علي ما لا أصبر علي شوي التعويذ عادة ظروف اللي تفرض التعويذ ما هيش خيارات وزارة التربية الظروف اللي تفرض التعويذ متنجمش تكون خيارات هي حالات استثنائية ناتجة عن شغور نتيجة بهذا الشرع السامعين وفاة أو مرض أو واحد استقال النجم ونعوضوه مدة سوداسية أو سوداسيتين أو شهر ولا شهرين أو عام على أقصى تقدير به ولكن أني تتحول إلى خيار هذا الخلالوي إلى خيار مدروس وجزء أصيل في سياسة الانتداب لزارة التربية هذا وش معناها حولنا كلمة معوض أصبح المعوض الدائم حل محل الانتداب لماذا؟ لأنه نحن تبعا لإكراهات متخارجة علينا اتفاقاتنا مع الفهمي وغيرها يلزمنا أننا نضغط على قالية راكيات مقبل الثورة معقول وقالك 2007 تفهمنا دا كورد أما لأني قالية مقبل الثورة أنت بناها أنا ما قلته الثورة أنت بناها حتى بعد الثورة والثورة اللي ما تصلحش تعليمه وليما تصلحش آليات بناء الإنسان لماذا تسمو فيها الثورة؟ ما عندها حتى معنا المعطى الثاني بربي أنا اللي قلقني في هذا هو المشهد بشكل عام ولكن ثم نزوز معطيات إضافية المعطى اللي أولاني أعليش أحنا في آليات التفاوض متاعنا أن نبقوا توم بكرين تسميت الأطراف الكل مزارة المالية والسيد وزير الطربي ورئاسة الجمهورية والمجاعة الإدارة العامة الوظيفة العمومية وما سميتش تحاد الشغل طيب فلنتفق أنه الأجهزة الرسمية هي التي تدرك أمرها تدركت أمرها وقدمت الحلول فيها عليش ما قدمت هاش ملون وتعفينا شر هذه الكلفة الاجتماعية النفسية المالية الأسرية اللي ثم عائلات اليوم رأي صارت فيها مشاكل داخل الداخل المعطى الثالث بربي طوي نحنا ما ونعانوا قضاء التعليم العمومي بشكل عام من بكر يضلع ويعاني وهذاك عليش طوي القطاع الخاص قاعد يفوق في كل شيء والسكولة الخاصة اللي هي خمسة نجوم قاعدة تفوق في الطرح ولكن ما بقي من نظام التعليم العمومي اليوم أصبح في ضمن جملة من الأحزمة متدرج أعتقد أنه الأكثر الفئات والأطراف والجيات الأكثر ممسوسة بالفينومان هذين متاع المعاوضين هو الحزام الثاني والثالث والرابع من المدن والأرياف خاطر ما نلقوش نفس النسبة في مراكز المدن الكبرى والأحياء الراقية كيما نلقوها في الأرياف اللي هذي كمام شو لهاش المعالمين حتى في حالات الانتداب ثم ناس تتعافوا ما تمشي لهاش إلى غير ذلك اليوم كأنه نتيجة هذا التعطيل اللي يكاد يكون المزمن في علاقة بالانتداب في علاقة بوضع المدرس في في ظروف لائقة ظروف عمل لائقة الأكثر الناس المضلرين أكثر هم أبناء الشعب الموجودين في الأحزمة الثالثة والرابعة والخامسة بارابور المدن يعني في نهاية الأمر تصوراتكم وبات يبارك سيادتك مدير البرامج وتك المستمر دراساتك وتصوراتك والاستراتيجيات اللي نصمتوها لمعالجتها المشاكل يتفعل معكم شكرا على نحب نحكي على مسألة التعويض الساعة احنا من البداية ومنذ الثمانينات عنا ما يسمى بالنيابات المستمرة والنيابات المسترسلة وكم مرة يتخذ القرار بأننا لن نعود إلى النيابات المسترسلة ولكن في الإخلال الموجود في آلية الانتداب اللي هو يتجاوز وزارة التربية ويتجاوز السياق اللي تشتغل في وزارة التربية إلى السياق العام للانتداب في الوظيفة العامية بصورة العام هذا اللي يخلينا نلتجأ إلى الآلية النيابة المستمرة مش كخيار وإنما كشي فرضوا الواقع فرضوا الواقع اليوم أنت عندك تلامذة يلزمك مدرس مش تنتدم عندك ديبار على روتريت كل عام عندك وفيات عندك معناها شعورات تتخلق وما عندكش آلية الانتداب فتم الالتجاء إلى هذه الآلية اللي بكلنا في وزارة التربية معناها نطمح إلى أن نتخلى على هذه الآلية وأن يكون الانتداب شفافاً موضوعياً مبنياً على معايير الجودة هذة هذة طموحنا وهذا معناها اللي يتحكم حتى في سير المفاوضات كلها اللي خلى المفاوضات معناها عسيرة و صعيبة واللي وخرت بنا خلتنا نوصل لهذه المرحلة من السنة دراسية هو هذا هو هذا أهنا معناها عنا جملة من الشروط الانتداب والحب الحد الأدنى يكون متوفر فيها والآلية الانتداب اليوم ما هوش كان في التربية في الصحة في البقية القطاعات بتاع الوظيفة العامية تعالي اليوم من نفس الشيء السياقة ذا إن شاء الله السياقة ذا ما يتولش إن شاء الله أوضاعنا معناها تتحسن وخاصة بالنسبة القطاع كيمة قطاع التعليم هو حساس جدا لمسألة الانتداب وهو من القطاعات التي تشترط التأهيل المسبق لمباشرة المهنة معناها إذا كان فما قطاع حقيقة كما قطاع صحة اللي يطلب تأهيل مسبق يسبق المهنة فإنه يجب أن نرحل في علاقة بربي يا نقل في علاقة بالأحزم المتفاودة في منسبة الضرر اليوم ما زال سيريان ما زال النجم لكم بربي سمحك على تكاف على المساواة في التحصيل العلي وتكافئ الفرص شوف ويقول لك حاجة للأسف وذي مش باش نخفو بيه على وطأة الوضع وإنما الوضع النواب موجود حتى في العاصم الكبرى حتى في العاصمة حتى في النصر تلقى حتى في المنزه تلقى بحيث المسألة يعني عامة قلت لك يتاخف قليل الانتداب راهو ما يعدش ما نحكيه عليه التوازن البيداغوجي وصحيح اليوم فم نسبة كبيرة في الأرياف ولكن حتى في المدن في أكبر المدن التونسية ملعاصمة الصفاق السلسوسة كل فيهم معناها نسبة كبيرة من الواب وذي أمر نأسف له وهذا أمر من نجم لدركوه إلا بالعودة إلى آلية موضوعية تأمننا تأمننا معناها الجودة وتأمننا متانة التكوين اللي يسبق عملية المهنة السؤال الأول يتعلق بما أعلن عنه السيد الناتق رسمي للحكومة حول أنه كل الوزارات معناها انطلقت رسميا في عملية جرد وتثبت من سلامة الشهائد العلمية إلى ماذا توصلت إلى حد الآن على الأقل وزارة التربية في هذا الموضوع السؤال الثاني فيما يتعلق بقائمة فيما يتعلق بقائمة الأساتذاء النواب المعنيين بالانتداب خاصة من جهة سيدي بوزيد معناتها كان حاضر معنا سيد وزير التربية منذ أيام وتحدث على أنه بيباش يتم تعيينهم خلال أيام لكن للليوم فم زملائهم اللي باشوا عندهم شهرين وقائمة سيدي بوزيد إلى حد اليوم الحقيقة قائمة المشكلة هل هو أيضا على حربما بمسلة الشهائد ما عنديش تفاصيل عليها لما كنش مهيئ لهذا الحقيقة ما عنديش معلومة والمعلومة لو كان ما نطلب عليها السيد الوزير يعتهرنا بسورة ما تبقى بالنسبة لمسألة الشهائد المدلس بالنسبة للشهائد هذه مسألة أثيرة وأجاوب عليها السيد الوزير في مروره في وسائل الأعلاب أنه عنا ملفات بشات القضاء وملفات ما زالت بصدد البحر الداخلي وعنا هيئات أيضا قاعدة بصدد البحر في داخل وزارة التربية ما عنديش أرقام حول عدد القضاء أنا سمعت فما رقم يدور في فيسبوك أعتقد أن لا علاقة له بالواقع فما حكاية اليو 50 ألف أي لا أعتقد أن ذلك الرقم له علاقة بالواقع اطلاقا السيد المعلمين النوير ما هم متفقدين تحت دار التفقد والعدد هذا بالنسبة للخطة جديدة اللي عملناها هو أن يكون ومرافقة من قبل السادة المتفقدين عنيش مكتش عند المتفقد وهذه قرية ثلاث سنين أربع سنين معناها خطر متفقد العلاقة بين المتعاقد أو النائم وبين المتفقد كانت فيها شيء من الضبابية الحقيقة فالمفاوضات هذه توضحت المسألة وبما أن أهنا هذاك ما صيرنا أنا مش نخدم بالنواب وذلكم مدرسين الحالي الحاليين ومستحب تم الاتفاق عليه هو ذيا باش يكون معناها من الآليات اللي بتاع باش نداركوا بها وباش نحسنوا بها المستوى وباش نطوروا بها من الأدى التاحب النقابة موافقة على ذيا بتبني هذا والوزارة ستكثف من المتابعة بهذه الآلية والمتفقدين ديما هما ذراع الذراع البيداغوجية للوزارة قادنا نحكي على العلاقة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي لكن أيضا الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر حجب الأعداد عن الإدارة عدم تنزيلها بالمنصة الرقمية مدها فقط للتلاميذ هذا يومي نحن بالنسبة للوزارة تعودنا أن نشتغل في الأزمات ونشتغل في ظروف صعبة خاصة في العشرية الأخيرة الحقيقة تتذكر معناها اللي شفناها مبعضنا اليوم إن شاء الله هنقوله أنهينا الملف الابتدائي أكيد أبواب الوزارة تبقى دائما مفتوحة بالنسبة للا كافتها الوزارة الوزارة هي وزارة النقابات وزارة يعني أكثر من تسعة أسلاك نشتغلوا معها كلهم عندهم طموحات كلهم عندهم أجندات نشتغل على أجندة على مطالب التعليم الثانوي التحرك متاحهم يعني الاعتقادي أنكم سمعتوا به إن شاء الله أحنا عنا على كل حالة بالنسبة للاتحاد العامة وفي الشغل عنا تقاليد في التفاول وفما شد وجذب ديما ولكن دائما الحكمة تغلب هنا وهناك يعني في جانب الوزارة وفي جانب الدولة من ناحية وفي جانب الاتحاد العامة للشغل زادة ثم الناس حكماء اللي نصتوا معاهم إلى الحلول مهما استعصت ومهما تعظمت الأزمة شكرا رياض بن بكر مدير عام البرامج وتكوين المستمر بوزارة التربية بعد شوية نستقبل النشطة السياسي قيسى القاروي شكرا